اشتركوا في القناة في الحوار القطاعي المرتبط بانصف مجموعة من الفئات في مقدمة المراسم التي التزمزت وزارة التربية الوطنية باخراجها فوجئنا بصدور وطائق طبعا عبارة عن مذكرات عبارة عن كتاب عبارة عن مقرار لحد الساعة لازينا ننتظر طبيعة القرار دي الوزير التربية الوطنية لنحصل عليه لحد الساعة كل هذا يعني كان محطة بالنسبة لنا كان محطة انتقاد وكان محطة مطالبة بمراجعة لان تتوفر فيه الضمانات القانونية لاجراء انتخابات نازيهة وتتوفر فيها تكافؤ الفرص وتضمن تنافسية حقيقية ولا تتوفر ايضا ضمانات لانتقف وزارة التربية الوطنية على نفس المسافة مع الفرقات الاجتماعية وبالتالي نعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على كل الخروقات التي شابت كل هذه الوطائق المرجعية التي صدرت عن وزارة التربية الوطنية والتناقضات المتضمنة فيها وبالتالي خصوصا المرتبطة بالتوزيع الترابي والمرتبطة بالتوزيع المقاعد المرتبطة بالتقطيع ديالجهات وايضا لاحظنا على ان هناك مقاربة غير نظمة لهذه المحطة وجدنا على ان وزارة التربية الوطنية تعاملت بشيء من الانتقائية طبعا قسمت جهات وأبقت على جهات يعني فئات لديها قاعدة احتساب كبيرة جدا من حيث العدد يعني مركزتها ثم فئات قليلة العدد يعني أعطتها مقاعد تفوق بالعشرات تفوق فئات أخرى لديها عدد كبير جدا كل هذا يعني يجعلنا نطعن في هذا القرار في هذا المقرر الذي صدر عن وزارة التربية الوطنية ويجعلنا نطالب يعني نطالب بمراجعة هذا الأمر وإلا سنبقي على حقنا في اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إنصافنا لأن ما يهمنا اليوم ما يهمنا اليوم هو أن تجري هذه الانتخابات طبعا في إطار قيم ديالشفافية وفي القيم ديالنزاهة وفي القيم ديالتحصيل ممارسة ديمقراطية كما ينص عليها الدستور المغربي خصوصا في القصوة الثلاثين ترجمة نانسي قنقر